مدرب منتخب المغرب للفوتسال الكابتن هشام الدكيك يقصف الصحافة البرازيلية ويقصف المنتخب البرازيلي والحكام الذين أداروا اللقاء بين منتخب البرازيل ومنتخب المغرب للفوتسال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا بكم في فيديو جديد أتمنى عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد في الفترة اللي جاية هشام الدكيك مدرب منتخب المغرب للفوتسال صرح تصريحات قوية جدا اليوم بعد مباراة البرازيل والمغرب المبارتين الوديتين قال البرازيل استفادت من أخطاء التحكيم لن نتوقف عند هذا الحد وسنواصل مواجهة أفضل المنتخبات أمام جماهرهم وحكامهم واضح جدا الغضب الشديد من هشام الدكيك مدرب منتخب المغرب بعد الانحياز التحكيمي في مبارتي البرازيل والمغرب وكان واضح جدا لشهود العيان أن الحكام كانوا يضغطون على المنتخب المغربي يرى مدرب المنتخب المغربي أن كرة القدم داخل القاعة أن التحكيم كان من أسباب الهزيمة أمام البرازيل أربع واحد في سهن مبارياته الودية التي جمعت بين الطرفين في أرض هذا الأخير طبعا في الأراضي البرازيلية وقال المدرب المغربي في تصريح لوكالة المغرب العربي بعيدا عن لغة الزرائع يجب القول أن الظروف التي أحاطت بالمباراة كانت غير مواتية لقد استمر الحكم في إطلاق صافرة الأخطاء ضدنا والرقلات الحرة في كرة القدم داخل القاعة تشكل خطرا كبيرا بالفعل شفنا التحكيم كان بيحتسب أخطاء كثيرة جدا حوالي منطقة الجزاء على المنتخب المغربي وكان المنتخب البرازيلي بيلعب على النقطة دي ودايما بيحاول يكتسب أخطاء على منطقة جزاء المنتخب المغربي وأضاف المدرب اللاعبون فشلوا في تطوير أدائهم خوفا من ارتكاب أخطاء أو تلقي إنذارات صنعنا الفرص واستفاد البرازيليون من أخطاء الحكم لقد فوجئنا بتعيين نفس الحكم في كلتا المبارتين يعيد ويكرر المدرب المغربي لمنتخب المغرب للفتسال أن الأخطاء التحكمية كان لها دور كبير في تغيير نتيجة المبارة أيضا شايف أن لعبة المنتخب المغربي كانوا يعني فشلوا في تطوير الأداء تخوفا من ارتكاب الأخطاء يعني كان فيه تربص من التحكيم فكانوا ألأنين فكان فيه تخوف فكان فيه ألأ فما كانش فيه تركيز في المبارة وقال أيضا أجدد التأكيد أننا بالبرازيل نتعلم من أخطائنا ونتجاوز النواقس هي الفايدة من المباريات الودية هي التعلم من الأخطاء والتعلم يعني اكتمال النقائص بعد كده تكتمل النقائص بإذن الله على الرغم من أنه كان بالإمكاننا تحقيق أداء أفضل لو كنا استغنينا عن الصفر بين مدينتين للعب هاتين المبارتين في ظرف أقل من 48 ساعة بالفعل زي ما قلنا في فيديو سابق أن الصفر كتير وظروف الصفر أسرت بدنيا على المنتخب المغرب لن نتوقف عند هذا الحد سنواصل اللعب ضد فرق أفضل أمام جماهيرهم وحكامهم سيسمح لنا ذلك بالتطور وتقوية الأداء للتعامل بشكل أفضل مع المنافسات القادمة يزيد التحدي ويرفع التحدي مدرب منتخب المغرب للفتسال ويقول أننا سنكرر التجربة مرة أخرى أمام منتخبات قوية وعلى أرضهم وباستخدام حكامهم أيضا بفضل تطوير الأداء في المستقبل وواجه المنتخب المغربي كما نعلم المنتخب البرازيلي الأول عالميا في مبارتين وديتين أولهما يوم الجمعة وانتهت بالتعادل السلبي وسنهما يوم أمس وآلت للبرازيل أربعة مقابل واحد يعني تصرحات منطقية من هشام الدقيق وكانت يعني بصراحة فيها تحدي كبير أنه هو بيقول هنفضل وهنستمر في مواجهة المنتخبات القوية وعلى أراضيهم وبحكامهم وطبعا قال أن التحكيم كان له دهور كبير وأيضا إيلام على اللعيبة بتاعة المغرب أنه ما طورتش الأداء والمنتخب البرازيلي استفاد كتير من أخطاء المنتخب المغربي وأخطاء التحكيم وبالتالي تجربة مفيدة من كل النواحي بشهادة الجميع وتجربة إن شاء الله يستفيد بها المنتخب المغربي للفتسال في الفترة القادمة أولونا رأيكم في تصراحات المدرب المغربي هشام ولا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته